على درب تعدد الشركاء ومصارات تعاون الدولي وتعزيز تعاون جنوب جنوب كرست الدبلوماسية المغربية بقيادة الملك محمد السادس نهجا ثابتا في خدمة التنمية والاستقرار والأمن شركات وتعاون وثيق بين المغرب وباقي العالم مبنية على التعاون الوثيق والبناء في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية وفي هذا الإطار حددت الرؤية الملكية للديبلوماسية المغربية أهدافا طموحة لترسيخ علاقات استراتيجية مع مختلف مراكز الثقل الديبلوماسية والتأثير الدولي شرقا وغربا العمق الإفريقي واحد من أبرز تجليات هذه السياسة الخارجية انذمام المغرب إلى الالتحاد الإفريقي في العام سبعة عشر والفين شكل قفزة جديدة في تعزيز أسس الشراكة المغربية الإفريقية وحتى قبل عودة المملكة إلى شغل مقعدها في المنظمة الإفريقية قام العاهل المغربي الملك محمد السادس بسلسلة من الزيارات التاريخية إلى عدد من عواصم القارة الإفريقية زيارات توجت بالتوقيع على ميات اتفاقيات التعاون والشراكة وتعززت من خلالها أواصر الشراكة الاقتصادية مع العديد من البلدان الإفريقية تعزيز تعاون جنوب جنوب ودعم اقتصادات دول إفريقية عنوان بارز لسياسة الخارجية المغربية وعلى مدار السنوات الماضية انبرى المغرب في تقديم الدعم إلى الدول الإفريقية لتعزيز الأمن الروحي في هذه البلدان ومكافحة كل أشكال التطرف وتمثل هذا الدعم في برامج تكوين الأئمة الأفارقة في المغرب إذا فطن إلى تقديم الدعم والتكوين في المجال الأمن لمكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار وخلال فطرة الجائحة بادر المغرب في بادرة غير مسعوقة إلى تقديم الدعم والمساعدة للدول الإفريقية من خلال تمكينها من المواد الطبية اللازمة لمواجهة الوباء وسيرا على نهجها المألوف سخرت الدبلوماسية المغربية جهودها من أجل تحقيق الأمن وحل الأزمات في القارة الإفريقية في الجوار القريب نجح المغرب في احتضان جلسات الحوار السياسي الليبي التي شكلت لبنة أساسية في التقدم نحو إنهاء النزاع الدائر في ليبيا من الصين مرورا بروسيا ودول القارة الأوروبية نجح المغرب بفضل سياسته الخارجية في عقد اتفاقية اقتصادية وأبرزت التفاقية مكانة المغرب على الساحة الدولية كشرك اقتصادي وحليف سياسي موثوق به على المستوى العربي نهج المغرب أسلوب الحياد الإيجابي في مراحل حاسمة من توطر العلاقات العربية العربية وظل داعيا إلى تغليب الحكمة وروح الحوار البناء للتغلب على الملفات الخلافية وعلى امتداد السنوات الماضية ظل المغرب شريكا استراتيجيا لا غنى عنه بالنسبة لأوروبا وكرس مكانته كشريك أساسي في الجوار الأوروبية في قضايا مختلفة من بينها مكافحة الإرهاب وتهريب البشر والشراكة الاقتصادية توالت نجاحات السياسة الخارجية المغربية وبرزت اخفاقات خصوم الوحدة الترابية دول من مختلف بقاع العالم بادرت إلى فتح تمثليات ديبلوماسية لها في مدن الصحراء المغربية في اعتراف صريح وواضح بمغربية الصحراء وقبل أشهر قرار تاريخي غير مسبوق الولايات المتحدة الأمريكية تعلن الاعتراف بمغربية الصحراء وتعلن أيضا قرارها بفتح قنصلية لها بمدينة الدخلة قرار تاريخي أكد مصداقية الجهود السياسية المغربية وكرس مقترح الحكم الذاتية كحل وحيد لإنهاء النزاع المفتعل